ضرائب جديدة أو أي رسوم جديدة لأن الناس ما عادش عندها ما يساعدها بنتمنى نخلص ونفرج عن مسلزمات الانتاج اللي موجودة والمواد اللي موجودة والحاجات اللي موجودة في الجمارك قال الرئيس قال من فترة أعمله كذا وكذا أفرج عن حاجات فعلا لكن في حاجات لسه موجودة اليوم بسنة ما ينفعش عايزين نعدي عايزين ناخد إجراءات غير تقليدية نخلص الناس من هذه الأزمة عايزين نشدد الرقابة ونفعل دور الأجهزة الرقابية جهاز حماية المستهلك وباحث التموين الجهات المعنية ينزلوا ويشوفوا إيه اللي بيحصل ونقدر نقف على حقيقة ما يجرى مش معقول أنا أشتري سلعة من تاجر والتاجر اللي جنبه بسعر تاني واللي جنبه بسعر تالت وبعد ساعة أو ساعتين الأسعار بتتغير وترتفع ولا تنزل استمرأوا هذا الأمر في ناس استمرأت هذا الموضوع لازم ناخد موقف من تجار الأزمات لازم يبقى فيه إجراءات قوية شعبية ورسمية ضد اللي بيعملنا جزم يا جماعة ندي أمل للناس شعب المصري بيعيش بالأمل وعايز دايما يحس إن صنع القرار معاه على الخط يعني مثلا أنا إزاي بطلب إن الشغل يشتغل والدنيا تتم والناس تجري وحركة المحافظين وقفة وعدد كبير من المحافظين قاعد ساكت مستني مش عارف يعني قاعد ولا ماشي فبيستنى طب ليه معني الحركة جهزة موجودة طب ليه لازم نغير بعض أصحاب المناصب اللي أثبتوا فشلهم في الفترة الماضية لازم ما فيه حركة في الشارع كل الناس يا جماعة احنا معاكم وبنغير وبنودي ولا الناس دي كلها فرضت علينا إلى الأبد مينفعش لازم نشيل العقبات اللي بتعترض الاستثمار والمستثمرين وأي حد يكون عنصر طارد للاستثمار لازم يسيب مكانه ويتحاسب لأن فيه ناس عارفة تأس الشركة ولا عارفة تدخل استثمار ولا أنا عندي الظروف الطبيعية رغم كل كلام القيادة السياسية اللي تجذب الناس للاستثمار ده فيه مستثمرين مصريين للأسف لما بيطلعوا أو بياخدوا موقف أو بيعتزلوا أو بيقفلوا بيدي رسالة سلبية للمستثمر الأجنبي لازم نعرف ده كويس قوي لازم نسأل نفسنا ليه مش نجحين في جذب المستثمر لازم نسأل لازم نطلق القيود التي تعرق للقطاع الخاص من أداء مهمه لازم انت عايز استثمار وعايز سلوس وعايز أبوال وعايز عملة أجنبية نوفر البيئة احنا عملنا البيئة التشرعية وعملنا البنية التحتية لكن الجهاز المتشبس البيروقراطية اللي بيتعقد أي حد ما زالت هي اللي بتحكم حركة الاستثمار وانا مش عارف ده ليه يا وعشان الجو العام يمشي كويس انا عايز بسرعة يبدأ الحوار الوطني في استدعاء الناس وسماع رأيهم لازم افعل الحوار الوطني واطبق قراراته ده حوار دعا دي الرئيس من سنة ما يقارب السنة هو لسه مجلس الأمانية حيعد يجتمع ويبحث ويناقش وحنا داخلين على السنة التانية طب ليه ليه عشان ايه ما نجتمع واعد واسمع الناس في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعندي لائحة وعندي مدوان السلوك ورئيس الجمهورية قال انا حاحضر احنا عايزين نشوف القرارات ومفاعلة اه في ناس بتغالي ماشي اوكي يترد عليها تتسمعوا يترد عليها انما مطلوب بالفعل ان انا اعمل ده ليه عشان كل الظهور تتفتح انا عايز كل مؤسسات المجتمع المدني ترجع تاني احزاب نقابات كله كله يرجع تاني ونتفاعل يبقى فيه مشاركة سياسية حقيقية يبقى فيه امل لبكرة يبقى انتخابات مجلس النواب الجاية يبقى فيها انتخابات حرة وجادة حقيقية ما يجيش مجلس النواب الا اللي ينتخب من الشعب